بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد. اتكلمنا عن بالتفصيل الممل. وقلنا ان احنا هندي امثلة متقدمة عليها ونفهم ازاي نشيل. احنا قلنا ان ممكن دي تلاقيها مش موجودة. كلها. هنفهم بقى ازاي هنعرف اللوب ان احنا آآ عايزين من رقم لرقم من مكان لمكان. ازاي هنفهم اللوب اللي احنا عايزينه. طيب اول حاجة. هنخلي الكود اللي فوق ده متهمش. هنشتغل على ده. وهنخلي ده كمان متهمش. بالشكل ده. وهنخلي بس الفول اللوب العادية بتاعتنا خالص البسيطة دي اللي هي من واحد مسلا لعشرين. اللي هي دي. من واحد لحد ده هي تسعتاشر اللي هي قبل العشرين. نبدأ نشوف ازاي نفهمه ان بتاعنا دي ازاي نتحكم فيها. اول حاجة عندي يا جماعة. الاي اصغر من عشرين. مسلا. انا مش عايز اكتبها هنا. عايز اكتبها جوه اللوب وفهمه الكلام ده كله. لو جي يا جماعة حد شاف اللي هي سيمي كولونجان بعض دول. ويقول ايه دول? كزا واحد سألني السؤال ده وقال لي انا مرة شفتهم ورا بعض بالشكل ده. اي حد مبتدئ في البرمجة. ممكن يفتكر الشخص اللي كتب اللوب كتب واحدة بالغلط كده بالشكل ده. فالاحسن وعشان تبقى يعني تقدر تقراها صح? نعمل المسافة دي. عشان تعرف وتعرف الشخص اللي ورات ان هنا في كان موجود او مش موجود بمعنى صح? طيب. لو انا هنا هيحصل ايه? بالوضع الحالي ده. انا قلت له اي بتساوي واحد واي بلاس بلاس. عامل وشكرا على كده. ما قلت لوش بقى لحد فين? فهيعمل لي حاجة اسمها انفينيتي لوب. طبعا نشوف? وطبعا هيهنج الصفحة. وقفت الصفحة انا. علشان هيهنجها. لو سبته هيعد الى ما لنهاية لان زي ما تشايف? شايفين الصفحة? في الشوية بس ان لها سبتهم. عمل انفينيتي لوب. لان انت محددت لوش يقف فين. طب انا عايز احدد له يقف فين. اللي كان هنا ده عايز انا اكتبه جوا اللوب بقى عشان افهمه. طيب. هقول له لو بتاعتي اكبر من عشرين. اللوب يا جماعة عمال يمشي 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 انا عايزه يوقف عند العشرين. يعني مش عايزه يجيب رقم واحد وعشرين. فهقول له لو اكبر من عشرين يعني يوصل عن واحد وعشرين واحد وعشرين اكبر من عشرين. اول ما توصل للواحد وعشرين اعمل لي بريك فارمل هنا. خلص. خلص اللوب واقفوا لي في الحتة دي. تعالوا نشوف. واقفوا لي عند العشرين. من واحد لحد عشرين. لاني قلت له بريك. ده البريك يا جماعة اللي بيفرمل لك اللوب جوا. من جوا اللوب تقدر تفرمله بالشكل ده. ده يعتبر التاني اللي كان هنا اللي احنا شناه. بس لاحظوا ان انا هنا قلت له ان الاي اكبر من عشرين. مش العكس لما كنت عاملها من شوية كانت اصغر. طب لو قلت له اصغر هيحصل ايه. عارفين هيحصل ايه? انا بقول له لو اي اصغر من عشرين فارمل طب ما هو اصلا بدء من واحد. اللي هي اصلا اصغر من عشرين. بالتالي اللوب هيطلع لك فاضي. مش هيطلع حاجة. لان انت قلت له اصغر من عشرين. انت اصلا بدأت اللوب ببريك. فارملت اللوب قبل ما تبدأه. بالتالي الاكبر من هنا هي اللي توديك الامكان اللي انت عايزه. انا عايزه مصلا يوصل لحد خمسة وتلاتين. فهقول له لو الاي اكبر من خمسة وتلاتين. اعمل هيجي عند الخمسة وتلاتين اهو. يجي خش على ستة وتلاتين. هيلاقي ان الشرط اتحقق اللي هو انه هي تبقى اكبر من خمسة وتلاتين. يروح عامل بريك. هادي فكرة ان انت تحط جوه اللوب وتشيل التاني اللي انت شايفه ده. طيب. هيجي حد يقول لي عايزين بقى نشيل كمان بالمرة الاول. خلينا الاول نرجع رقم ده العشرين زي ما كانت. عشان الصفحة تكون صبيرة كده. ونبدأ نشيل الاول نحطه فوق هنا زي ما هو. بس كده. من غير اي مشكلة. ومش هنعمل اي حاجة تاني. حصل حاجة? محصلش اي حاجة. طلعت الاول برا اللوب اصلا. مش محتاج احطه جوه اللوب. بدأت بالواحد من برا اللوب هنا. ده الاول اهو طلعناه براه. مفيوش اي مشكلة. طيب. طب انا عايز كمان الاكسبريشن التالت كمان اطلعه برا الفور. بسيطة. اروح ما اطلع الاكسبريشن التالت واحطه. بعد الاكو هنا. واقول له ونشوف. حصل اي حاجة? ما حصلش اي حاجة في الدنيا. وجهت الفور زي ما هنشايفين بقت فضية. اهي. طب اقاش فيها اي جوه. الاكسبريشن الاولاني برا. الاكسبريشن التاني اهو. اللي بيحدد الشرط قبل ما يعمل وبعدين بيعمل وبعدين يزود عليه. الاكسبريشن التالت اهو. اللي هو بيعمل كاونتر بيزود الكاونتر ويفضل يعمل له بيزود تكرار تكرار. لكني بقول له بالزبط اطبع هنا وكرر اعمل تكرار بقى. شفتوا يا جماعة الميسان متقدم قد ايه سهل? هو ميسان متقدم بس سهل. كل الاكسبريشن تقدر تطلعها براه. هادي اهو اللي احنا بدأنا منه بنسميه وده اللي هو زي ما اتفقنا طول ما هو بيفضل يكمل. لو اكبر من عشرين هيبدأ ليكمل 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 لحد ما يوصل للاكبر من عشرين ويقف. وده اللي هو اللي هو اللي بيزود. والفرست ده ممكن نقول عليه اللي احنا بنبدأ من عنده العد وده ممكن نقول عليه الكنديشن. بس اللي هو الشرط اللي هنعمله علشان يكمل معايا اللوب بناء عليه. لان من غيره اللوب هيعمل انفينيتي. كده يا جماعة عرفنا يعني ايه وعرفنا كل حاجة عن وعرفنا الامثلة المتقدمة كمان اللي تقدر تشيل منها كلها من جوة كده ان شاء الله قادر اقول ان انتم بالنسبة كبيرة جدا عرفته يعني ايه وفاضل امثلة متقدمة اكتر واكتر لما نتعلم الارين ان شاء الله واكتر واكتر كمان لما ندخل في ونتعامل مع هنبدأ نشوف برضو هيفيدنا ازاي في الموقع وهيفيدنا ازاي ان احنا نعمل للداتا ونطلع الداتا بتاعتنا جوة الصفحة عن طريق الفور والفور ايتش وال والدو والحاجات دي كلها. كده خلصنا الفور ان شاء الله على خير. ويا رب يكون الدرس عجبكم ويكون بسيط واي استفسار تقدر تسألني على الاسك او في القناة ان شاء الله واشوفكم في نوع جديد من انواع اللوب بازن الله في الدروس اللي جاي. واشكرا.